استقبل مطار العريش الدولي طائرة من المملكة العربية السعودية تحمل مساعدات متنوعة لأهالي قطاع غزة الطائرة مقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة الإنسانية لصالح قطاع غزة ومحملة بكميات من المواد الغذائية والإغاثية والإيوائية التي تم تفريغها ونقلها بشاحنات إلى المخازن اللوجستية في مدينة العريش تمهيدا لإدخالها إلى قطاع غزة بالتنصيق بين الهلال الأحمر المصري ونظيره الفلسطيني ووكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا